لم يسلم اي جانب من جوانب الحياة في العديد من دول المنطقة من اذرع ايران وميليشياتها بدءا من العراق ولبنان وسوريا واليمن اذ تمكن النظام الايراني من الدخول في انظمة تلك الدول المهترئة حتى ان ايران تباهت في مناسبات عديدة بسيطرتها على عواصم تلك الدول العراق من بين ابرز تلك الدول التي سيطرت عليها ايران من خلال اذرعها المتعددة حيث اكد مركز ميموري للرصد الاعلامي في تقرير الله تابع لمشروع رصد التهديد الايراني ان العراق اصبح بعد عام 2003 ضحية لزعزعة الاستقرار السياسي المتعمد والاستغلال الاقتصادي من خلال توجيه ايران وكلاءها من احزاب سياسية وميليشيات عملت في البلاد بالتنسيق الكامل مع الحرس الثوري الايراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني التقرير اشار ايضا الى ان ايران استطاع ازعزعة استقرار العراق والسيطرة على سياساته الداخلية من خلال تضخيم حجم الفساد السياسي باتباع استراتيجية طويلة المدى تهدف الى الهيمنة على العراق وجعل بغداد تبعا لولاية الفقيه واوامر طهران الاضرار بالاقتصاد العراقي والامن القومي للبلاد كان من اهم العوامل التي راهنت عليها طهران في تدمير العراق لا سيما مع اعتماد الدولة على الاقتصاد النقدي بعد الايقاف المتعمد لقطاعي الزراعة والصناعة من قبل الميليشيات بهدف ابقاء العراق تحت السيطرة الايرانية وعلى الرغم من ذلك الا ان التقرير اشار الى ان هناك مجالا للتفاؤل وافشالا للمخطط الايراني في العراق حيث ان المجتمع العراقي يحمل رؤية مخالفة لتوجهات ايران ويرفض تدخلاتها في شؤونه اذ اتضح ذلك جليا في تظاهرات ثورة تشرين ضد الفساد السياسي والتدخل الايراني في الشأن العراقي فضلا عن ان اختناق ايران الاقتصادي سيضع سقفا للدعم المالي الذي تقدمه طهران للميليشيات الموالية لها في العراق